موسيقى تلحوز لاعب مغربي يفقد أحد أفراد أسرته مع الضحايا الموجه بالإسباني يقف لحظة صمت حداد عن ضحايا زلزال المغرب الجزائر تعلن فتح مجالها جوية في حال أراض المغرب نقل مصابين إليها إترى الزلزال تفاصيل غرق صفقة الدولي المغربي يوسف انصيري من إشبيري الإسباني إلى نادي ميلان الإيطالي أبدى لاعب المنتخب الوضعي المغربي تجندهم من أجل تبارع بالدم لفائد الضحايا زلزال حوز مشيرين إلى أن ما تعيشه المملكة مجرد اختبار ومشددين على أن المغرب سيقفون وقفة رجل واحد لتوجاوز المحنة وقال نصير مزروي في تصريحات الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكل قدم اللهم اشفي المصابين وارحم الأموات اللهم صبر عائلتهم كل ما يمكن فعله فعناها أردنا المساعدة بتقديم الدم ويمكن أن نساعد بأكثر من ذلك وقال زكري أبو خلال نحن أيضا أصبنا بالهالع يوم أمس لم نصب بأدى لكن للأسف العديد من الأشخاص أصيبوا أو توفوا نحن مع ضحايا بالدعاء وسيكون كل شيء بخير وأكدني في أكراد الله مرحم أمواتنا نحن كذلك شعرنا بالخطر ونحن كلاعبين واجبنا إسعاد الشاب والوقوف معه في هذه الأزمات وما علينا سوى الصبر الكرة الآن تانوية ونحن إيصال الرسالة لكل من أجل المساعدة وقال غانم سيس هي مرحلة صعبة نحن نقوم بواجبنا ونشارك في التبرع بالدم من أجل مساعدة الناس من الأهم أن يكون الشعب مجند بأكمل وأن نظهر نحن كلاعبين أننا سنقدم كل مساعدة لبلدنا المتضرر الآن وقال رشيد بن محمود مساعد مدارب منتقى المغربي المغرب سيقفون وقفة رجل واحد وسيأتون للتبرع بالدم وسيضحون بالغالي والنفيس لأنقاد المصابين وأضعوا بالصبر لكافة العائلة الضخايا وأن نكون آخر أحزان لشعبنا أو هذا لن يزيدنا سوى القوة تفاجأ لاعب مغربي شمس الدينش طيبي بوفاة أحد أفرد عائلته نتيجة الهزة الأرضية القوية التي ضربت إقليم الحوز في ليلة الجمعة الماضية حيث أعلن شمس الدينش طيبي عن وفاة خاله بسبب هذا الزلزة العنيف الذي ألم بالعدد كبير من المدى الجنوبية في المغرب وأصفر عن فقد العديد من الأرواح حتى اللحظة وأقدم الشطيبي تعازيه ودعوات الرحمة لروح خاله ولجميع ضحايا هذه الفاجعة المؤلمة خصوصا وأن إقليم الحوز كان الأكثر تضرورا نتيجة لكونه المركز الهزة الأرضية ويذكر أن شمس الدينش طيبي كان من بين أبرز اللاعبين المغاربة الذين نشأوا في مدينة مراكوش الحمراء وقد قدم أداء مميزا خلال فترته في صفوف الكوكب المراكوشي على مدى سنوات عديدة وأيضا مع نادي الرجاء الريادية في إشارة إلى حدث المأساوي الذي وقع في المملكة المغربية قاموا لاعب المنتخب الإسباني بلاحظة صمت خلال تدريباتهم يوم أمس السبت حيث عبروا لاعب المنتخب الإسباني عن حزنهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزالة وعبرت الصحيف الرسمي للمنتخب الإسباني على مصادرها التواصل الاجتماعي عن دعمها ومشاركته في هذا العمل الإنساني قائلا الصمت ينطق بالكثير نحن معكم أيها الشعب المغربية إضافة إلى ذلك قررت الرابط الدولي الإسباني للكورة القدم إجراء لحظة صمت أيضا في مباريات الجولة المقبلة من لاليغا باحتراما وتعازية لضحايا الزلزالة وفي بياني الرسمي صدر صباح أمس السبت عربت رابطة لاليغا عن خالص تعازي والتضامن مع الشعب المغربي في هذا الوقت الصاب الذي شاهد بسبب هذه الكاريتة الطبيعية أعلنت الجزائر يوم أمس السبت عن فتح مجالها الجوي مع المغرب لنقل المساعد الإنساني والجرح والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وجاء في بيان لرئيس الجزائر قررت صوتات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام رحلات لنقل المساعد الإنساني والجرح والمصابين مشيرا إلى أنها ستقوم بهذه الخطوة في حالة طلبت المملكة المغربية ذلك أجدر بالذكر أن الزلزال الذي شهد المغرب خلف قتل وجرح وأصفر عن خسائر مادية والعديد من مناطق المملكة أفادت تقارير الصحفي الإسبانية بأن إشبيل رفض عرضا من نادي ميلال لضم المهاجم المغربي يوسف نصيري قبل غلق الباب لانتقالات صيفية وحاولت إشبيل يبيع نصيري خلال الميركات الصيف الماضي لعلاج المشاكل المالية في النادي قبل أن تفشل مساعيه وبحسب شبكة ريلفو الإسبانية قدم ميلان عرضا لإستعارة نصيري قبل نهاية فترة الانتقالات صيفية وأشار التقارير إلى أن ميلان عرض استعارة نصيري لمدة موسم مقابل خمسة ملايين يورو مع خيار شراء مقابل خمسة وعشرون مليون يورو كما تم عرض البلجيكي ديفو أورجي لمن الصفقة ومع ذلك فقد رفض إشبيل يارض ميلان وطلب الحصول على ثلاثون مليون يورو نقدا لبيع اللعب وهو ما لم يتحقق كما أكدت إشبيل يارضا عدم اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم ليرفو البول السابق شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا 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 شكرا